عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي اجتماعا استثنائيا مع أفريقي برنامج تكافل وكرامة وبرنامج تحويش التابعين للمجلس القومي للمرأة تمحور اللقاء حول تعزيز التعاون بين البرامج لدعم الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المشروط وتشجيعهم على استخدام تحويش للإدخار والإقراض الرقمي دون إخراجهم من برنامج التكافل كما أعلنت الوزيرة عن تفعيل مبادرة لتشجيع النساء والفتيات في القرى على استخدام تحويش والتي تهدف إلى ربطهن بالمنظومة المصرفية الرسمية وتعزيز الثقافة المالية والرقمية وذلك من خلال توفير تدريبهن وتجهيزهن بالتكنولوجيا اللازمة